فلوريدا وإعصار إرمى اللي بيضرب فلوريدا وعايز أقول لحضرتكم أكبر عملية إجلاء حصلت في العالم في فلوريدا حاكم فلوريدا طلب من حوالي 6 مليون إنهم يسيبوا بيوتهم يتركوا بيوتهم الوضع بقول لكم إعصار بقالوا كام يوم هارف الأول وفلوريدا وإرمى بعدين بيضربوا في أمريكا الأسبوع اللي فات هارف دا عامل تقريبا في أحدى الولايات تكساس ولا إيه 180 مليار دولار خساير في أولاة واحدة إرمى دال شغال ضرب كوبا مش عارف عمل إيه جاي مش عارف على ميامي عمل إيه فلوريدا دخل على فلوريدا وعمليات الإجلاء بقول لكم 70 ألف واحد على الأقل دخلوا في الملاجئ دخلوا في الملاجئ كوبا 2 مليون واحد تعرضوا لمشاكل ضخمة وعايز أقول لكم طبعا ضرب هناك الإعصار دا عامل يعني مشاكل ضخمة لدرجة إنه فيه منتجعات لترامب وفيه منتجعات مش عارف لمين وكبار الساسة في هذه الأماكن تعرضوا لخسائر رائبة ولسه طبعا للسعدادات بقول لكم البداية بيتكلموا النهاردة اعتبارا من الآن لحد بكرة صباحا هيبع عندهم مشاكل ضخمة ترامب نفسه حذر وقال خلوا بالكم هذا الأعصار إنه هيعمل لنا مشاكل رهيبة في البلد والناس عليها إنها تستمع للنداءات وإنهم يلتزموا بالتعليمات اللي بتقولها السلطات المدنية اللي بتضرب بقول لكم الآن اللي قدام حضراتكم دا دلوقتي سرعة الرياح بيتكلموا سرعة الأعصار 195 كيلو متر في الساعة هتوصل لمتين وستين كيلو متر يعني السرعة دلوقتي مية خمسة وتسعين هتزيد ميتين وستين كيلو متر في الساعة إنه يقتلع بيوت ويقتلع كل ما في طريقه عربيات بيردم الشوارع بقت في ميامي الشوارع بقت متر ونص مية غطت العربيات بقى والبيوت بقى قصص بقول لكم مليارات خسائر بالمليارات قدامك اهو ربنا ينجي وربنا يسلم لأنه فيه طبعا لكل الناس احنا يعني لا نشمة ولا نتمنى الشر لأي حد على الإطلاق أبدا يعني قلوبنا مع الناس اللي موجودة قلوبنا معهم قلوبنا مع الإنسانية هنا احنا بنتكلم المسألة الإنسانية المسألة مرعبة العصار دي دي مسائل يا جماعة بتضمر تضم شفت السنام اللي حصل في اندونيسيا من كم سنة عمل ايه لا نتمنى أبدا يعني الشر لأي دولة أبدا ولا للشعوب الشعوب يعني نتمنى السلامة للجميع لأنه كمان عندنا مصريين موجودين هناك عندنا عرب موجودين هناك يعني نتمنى لجميع السلامة يا رب وهنتبع مع حضراتكم بقول لحضراتكم شوارع ميامي كلها تحولت لأنهار بسبب إرمة وطبعا وسائل الإعلام بقول لكم سيئن إن الـ 24 ساعة بقى لها كم يوم 24 ساعة بتنقل العصير دي على الهواء مباشرة بقول لكم الحدث الرئيسي مش في أمريكا في العالم لأنه بيسبب خسائر رهيبة جدا وعامل تظاهر وعامل عمليات إخلاق بقول لكم للملايين من السكان وفي قتل وزي مقدام حضراتكم عربيات والحرائق والعربيات الغرآنة مئات والمطار مبارح مطار فلوردة مبارح فلوردة مبارح وأول مبارح مئات الطيارات بتجري عمليات الإقلاع من وراء بعضها والسيارات عمليات الغروب الجماعي ملايين بيهربوا بقول لحضراتكم لأنه هتواجه إزاي الدرجة بقول لكم كمان محطات البنزين آلاف العربيات الناس بتقب بالست ساعات على محطة بنزين واحدة عشان يقدر يحط يمون بنزين لأنهم عارفين داخلين لأوقات كان عصيبة للغاية وناس بتسيب بيوتها ناس بتنتقل من مدينة لمدينة اقتص المطارات بالناس اللي هم عايزين يسيبوا بيوتهم بالفعل زي ما حاكوا طبعا بتشايفين أمر بيتمر به أمريكا وولاية الأمريكية في لوردا بالذات وميامي أمر غير مسبوق بيقول لك خلال المئة سنة الماضية لم تشهد الولايات المتحدة مثل هذه العصير لم تشهد بقول لكم يعني تنتظر أمريكا أنها تمر في لوردا هذا العصار وأنه لا يؤدي إلى خسائر ضخمة ومتوقعين طبعا مليارات ولكن بيقول لك المهم البشر لا يؤدي إلى خسائر كبيرة جدا في المواطنين الأمريكيين أو غيرهم أو المقيمين اللي موجودين هناك طبعا ضرب السياحة ضرب الشواطئ اللي موجودة اللي كان رحلات كله زي ما بقول لحالكو على هوا مباشرة في لوردا وإعصار إرمى الذي يدمر ويقتل ويعصف بكل بقول لكم قوة كبيرة جدا بنتكلم من 195 سرعة في الساعة كيلو في الساعة هيوصل لمتين وستين كيلو في الساعة حضراتكم متخيلين القوة هتكون قد إيه مع أمطار عواصف رهيبة جدا مع اقتلاع بقول لكم كل حاجة قدامه بياخدها في قدامه هذا العصار الرهيب الذي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية ونتمنى السلامة للجميع سريعا وضيفي الكريم لواء أبقر الجندر